موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم بمقطع من مقاطع مبادرة Muslim's Up إن شاء الله سوف نرى فكرتين حول القرآن الكريم ثم في الأخير سوف نقدم اعتدار الفكرة الأولى هي ندخل القرآن الكريم وعبارات في المحادثة التعنا خاصة باللغة العامية حولوا عبارات من اللغة العامية عبارات متداولة إلى آيات قرآنية مثلا في عوض إنسان تنسى شيئا تقول له لا تؤخر من ما نسيت تقول مع إنسان وتنسى شيئا تقول له لا تؤخر من ما نسيت في عوض مثلا إنسان يقول كلام شيئا مليح تقول له قولوا للناس حسنا يحوض مثلا إنسان يتفرج مبادرة تقرق قدم ودرب عندها 30 عام يأتي أحد ما يعرفش عندها تفرج على مبادرة وليس يقول له لا تعرفش يدرب ومنه يقول يريفي أو لا يعرفش يريفي يقول يريفي طبيب لا يعطيني شيئا مليح فهذا الشيء تقول له مثلا إذا قلتم فعديمه نحن عدل في القول نحن عدل كلام بلا من نعرفه تقرق واحد يهدر في فئة أو لا وهو ما يعرف والأول يذكر في فئة أو لا يهدر في كاتب ومع المقارن تكتب ذلك الكاتب فتقول له إذا قلتم فعديمه ممكن أن يشحن خطرة إنسان يسكت بهذه العلم مثلا إنسان يدخل لك في نية تقولها إن الله عليم بدا تصنور إنسان يحسن تقولها قل موتوا بغيظكم إنسان عندها مثلا لا تقول له شيئا لا تقول له ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا لغيب حظي لذلك كان هناك آية كما هاك لأن نجمون ندخلوها في محادثاتنا اليومية وهذا الأمر لازم له تمرن وكذلك نحذر من الإعتياد والآيات القرآنية نقول له ما نعظموها كما هذه الكلمات عن الله غالب لأن الله غالب لديها معنى عظيم جدا ولكن لا نقول له هكذا لأننا اعتدناها ولماذا عنها عظمة في قلوبه لازم الآيات القرآنية تقول عنها عظمة في قلوبه ثم في هذه الفكرة تدخل فكرة تدخل ألفاظ عربية في المحدد الثانب مثلا كيراكدائر يعود عندما تقول كيراكدائر يقول كيف الحال؟ يقول حياك الله يقول مستشفى وكيف يقول زوج يقول عصفور لا عصفور عيد لا زوج فهذه الأمور تقربنا تقربنا للغة العربية وكذلك تقربنا للغة العربية تقربنا للقرآن الكريم ويفهموا القرآن الكريم بصيغة أفضل ودعوا في بلكم بأنهم جاءون أجيال كل جيلا يأتي يزيد بعد اللغة العربية ويزيد بعد القرآن الكريم وهذا خاطر لديمع الأمة الإسلامية فهذا الفكرة هذه لجب أن تمرن تمرن وإنسان يكون عندها كذلك يعني كلمة ويعي القاءة يقول أن يتعوضها مدى به يشاركها معنا في مجموعة مزلوم الأرض على الفيسبوك ثم الفكرة الثانية هي فكرة كتاب هذا الفكرة الكتاب كما شاركتكم كتاب يعني كانت فكرة شخصية التاعية شاركتكم به كتاب الأشياء الصغيرة أكبر مما توقع في الحلقة الثانية ومشاء الله كان كتاب ودخل أهم بكثير سأشاركها معكم فكرة كتاب فكرة اسمها فوائد القرآن العظيم ستقوم مجموعة في الفيسبوك أنشأناها اليوم سسموها فوائد القرآن العظيم هذه الفكرة استفادتها من كتاب التوحيد كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد وهاب رحمه الله المبادرة معانها لا توجه لا سلفي ولا إخواني ولا غيرها ولكن يجب أن تعرفوا هذه الفكرة التي سأجيبها أنا بارئ من تأويلات الأشاعراء وتأويلات المتكلمين وغيرها سأقولها لكم من دروك أنا بارئ من هذا الشيخ صح لا نشتغل سلفي ولا غيرها ولكن يجب أن أعرف هذا الشيخ فهذه الكتابة محمد عبد وهاب يجب أن ترى تقراه مثلا تلقى يجيب آيات وأحاديث من بعد يخي يقول فيه مسائل يجب أن يخرج فوائد مثل آيات مثلا كآية فيها الرحمن الرحيم يقول لك إبات اسم الرحمن الله عز وجل هذه الآية جبنا منها اسم الرحمن اسم الرحمن من جبناه جبناها من القرآن الكريم جبناها من الآية مثلا فهذه الأمور منحب الشيخ معلومة الوهاب هو أن نزيد بين قوسين عن كل فائدة أو الواجبات العمالية المتعلقة بها الفائدة مثلا ترى والشيخ آخر كذلك هي أن ترتيب الكتاب لا يكون ترتيب النزول المكي ثم المدني لا كذلك الإنسان يريد أن يبدأ الكتاب من البداية إلى نهايته يذهب في رحلة كما دوها الصحابة يذهب في رحلة كما دوها الصحابة مثلا هو صح ترتيب تقريبي وليس ترتيب دقيق ولكن لا علينا أن نبدو على الأقل بالمكي نقوّل عقيدة كما قوّها الله عز وجل يعني نفس نزول القرآن الكريم إنسان كذلك يتنجم في ديرها في 23 عام المهم الشيء الذي يجب أن نصل له هي نفس الطريقة المبادرة عبية التجمعية يعني إنسان ينشر والناس الأخرى يتصحح له يتعيد له يعني يتعيد له سياغة لغوية أجمل وخاصة هذه الفكرة متعلقة بالطلاب العلم الشر يعني يكون أغير 600 أحد كل واحد عشر آيات عشر آيات عشر آيات رح يكون عندنا هذا الكتاب بسرعة كبيرة جدا هذا الكتاب أعطيكم مثال على آية اقرأ باسم ربك الذي يقرأ يعني الفوائد كما في آية يا أيها الذين آمنوا إذا قنتم إنا صلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون رح تشوفوا هذه الفكرة جبدنا منها علاج لداء الإدمان ورح تفيد هذه الفائدة اللي خرجتها من القوة من هذه الآية رح تفيد وكانت شاركوها مع يتوصل المسلمين رح تفيد المالعين فتخيلوا القرآن ما حل فيه فوائد كما هذه هذه الآية كذلك فيها فائدة أنك تقرب صلاة تقرب لها وانت تعلم ما تقول فتستنتج منها هذا الشيء اقرأ باسم ربك الذي خلق مثلا أولا فضينا القرأة لأن الله عز وجل أول شيء قال اقرأ يعني اقرأ فتولي تحتاسب الأجر باسم ربك تولي استعين بالله عز وجل يعني قدامنا تقرأ كما لا تقرأ وانت تقرأ باللسانك ثانيا تعرف بالله وانت تقرأ بالله عز وجل هذه واجب عملي مثلا في هذه الفائدات وكذلك إثبات التسمية لله عز وجل إثبات الربوبية لله عز وجل لربك الذي خلق إثبات البخاء لله عز وجل فتتبت له الخلق لأنه خلقك لأنه صنعك وفوائد كثيرة سوف ترى بعض الأمثلة عنها فهذا الشيء ما نقوم بها تقرأ بالفائدة وتقرأ بين قوسين الواجب العملية أو الواجبات العملية التي تخرجها من هذه الفائدة فهذه سنتأكد بالله ستعطينا معاملة أفضل من القرآن الكريم لأن القرآن الكريم لا تزال نعمل منه بشيء بشيء فهذا الكتاب سيكون عنده فائدة عملية لأن نقوله نعمل بالقرآن الكريم نتعلموا ونخرجوا منه فوائد ثم في الأخير سوف نقدم اعتذار عفوا في الأخير إنسان الذي يريد أن يخرج آية فوائد قبل أن يخرج آيات نحن مفسرين مثلا تفسيرات العلماء تفسيرات اللي ساقوها من عند الصحابة مثل تفسير ابنه كثير فيها التفسير المأثور والتفسير الطابعري مشهور جدا نقرأ من هذه الآية نقرأ من الآية فقط تعمل فيها مخت هذه الآية ثم نرى تفسير عقلية كما تفسير الرازي تفسير الرازي فيه رؤوس المتكلمين ولكن تفسير جميل جدا تفسير الرازي تفسير صفو التفسير كانت تفسير كثيرة جدا تفسير الشوكاني تفسير البنون الجوزي هذه تفسير جميل جدا تذهب و تخرج منها فوائد و تصيغها بطريقة خاصة و تشاركها في مجموعة فيسبوك التي تسمى فوائد القرآن العربي في الأخير نحن نقدم احتذار احتذار من مبادرة عربية للترجم العلمية و سلسلة أفكار و احتذار من مبادرة مزنبسة احتذار على أنني كلفت لكم ما لا تطيقون قلت لكم ضغطوا على زر انشر لا تطيقون اعجاب او تعليق احسنت او تعليقي اما نقد بناء لم يكن لدي نقد نقد بناء و قلت لكم تحسينات لم يكن لدي تحسينات و قلت لكم كذلك على الأقل زر نشر قليل جدا يعني كلفتكم شيء صعب جدا انك تنشر الخير هذا الشيء صعب جدا قلت لكم ترجمون سفحة واحدة هذا كذلك صعب جدا قلت لنا في خمس اشهر و قريب خمس اشهر و الكتاب الأول مازل ما كملناه نازلنا نعاد حاصلين في المراجعة العلمية للغوية ف للأسف هاد أمه غثاء كغثاء السيء يعني نعرفوا غنهادرو الدين عدنا غي كلام 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 فهذا الفكرة أنا أجبت لكم اليوم هذه الفكرة و على باري بلا غين نتكلم كما نتكلم و أنا لا أحتمل الكلام مجرد عن الفئر ما نحتمله إذا كان الله عز وجل يقول كابوا رمقتن عند الله تقولوا ما لا تفعلون نتاني ما نحتملش القول 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 هذا ما ندلوه هذا هو الدين عدنا غنهادرو نفتخروا بشيء بإنجازات فعلها أشخاص في 1400 سنة قبلنا نفتخروا بهم و إحنا يا أصفار إحنا أصفار و أنا أولكم فهذا هو الاعتدار اللي بريد نقدمه أعتذر أنني كلفتكم فوق طاقتكم السلام عليكم موسيقى